السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعني عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر عباس من ديالة يقول ما رأيكم بالسيد السيستاني بينا هذا أكثر من مرة أن السيد السيستاني رجل مجتهد محترم عندنا محل إجلال وإكرام لكن لا يمنع ذلك أن نختلف معه أو مع غيره من الفقهاء في بعض الرؤى ولا يمنع ذلك أن نشهد بالأعلمية لغيره فإنا نقول الأعلمية للسيد المرجع أما هو على محله رجل مشتهد محل تقدير عندنا أحد الأشخاص يرسلنا عن طريق أحد الأخوة الوسطاء البارحة يقول لي تعالوا إلحقوا أرسل تصريح ما الواحد من هذول المعممين ما أدري منه ما حزب الله ما حزب الله هذوله أنه تعالوا ياسر الحبيب يحرض على قتل السيد السستاني وخالك مقطع بعد مبتور تعالوا روحوا ظاهروا يعني شوف شون مفسرها شوف شون مأولها ومنتشر والعالم سأب وشتايم يمكن هنا وهناك ومواقع إعلامية وما أدري شون والله ش تسوي إش قد نحصل ظلم من هؤلاء إش قد نحصل أنت على خصومة سافتهمنا إحنا على خصومة مع النظام مع خامنين بس مو بعد إلى هالدرجة يعني تنحط وتقلب الجماهير علينا وتقلب كلامنا رأسا على عقب 180 درجة تقول راح يحرضون على قتل السيد نحن نقول روحوا الضاروا عند السيد حتى توفرون المناخ الضاغط الذي يتيح للسيد أنه يتصرف أنه يحسم الأمر بقوة هذه الثورة الشعبية هذه دع نقول التحموا بالمرجعية تكاتفوا مع المرجعية التفوا حول المرجعية حتى تكون هي حاسمة الأمور في العراق ويتوقف هذا الدم ويتوقف هذا الإجرام الذي يصير ويشهد العراق مستقبلاً مشرقاً بمباركة المرجعية وهيمنتها نحن هذا اللي نقول شوف شلون قلبوها تماماً والناس هم تصدق مع الأسف بهتان ظلم ليل ونهار نحصل بهتان وظلم ليل ونهار إذا كان السؤال عن الأعلمية نعم فنحن كررنا أكثر من مرة أن نرى الأعدلية والأعلمية متحققة في السيد المرجع حفظه الله نعم إذا كان السؤال هذا نعم من يثبت لديه أن السيد السستاني هو الأعدل هو الأعلم ويحرز ذلك فله أن يقلده لا مانع من ذلك إن شاء الله أما بالنسبة إلى الخوئي فهو مرجع محقق عادل رحمة الله عليه وأيضاً السيد السستاني فهو من مراجعنا العظام العدو ترجمة نانسي قنقر